اشتركوا في القناة وحنا في الجزائر هذا أنا يعني اقترح للسلطات الجزائرية أن نطبع كذلك نحن كذلك نريد تطبيع لكن مش مع إسرائيل نريد أن نطبع مع موريطانيا نحن الآن نريد تقوية العلاقات مع موريطانيا حيث أن إذا رجعنا للتاريخ لعلاقات بين الجزائر وموريطانيا يعني اتسمت بمراحل مختلفة وفي غلب الأحيان كانت في أحسن الأحوال كانت العلاقات فاترة وباردة لكن وفي وقت بومدين يعني يعني في ستينة وسبعينات كانت العلاقات سيئة جدا وانت لاحظنا يعني انتعاش العلاقات هذه عند هذه مدة عامين العامين الأخيرين هذه وكانت نواية جيدة يعني كانت بعض المبادرات جيدة في فتح حدود فتح معبر حدودي مع موريطانيا لكن اليوم أصبحت أصبحت ضرورة ملحة لكي نفتح الحدود بطريقة جيدة ونطور العلاقات بطريقة جيدة مع جارة موريطانيا لأسباب كثيرة أولا الشعب الموريطاني هو الشعب عربي مسلم عربي يعني بعربي اللسان لأننا نتكلم عن الأعراق وندخل في الأعراق ونظرة العرقية هذه نظرة سلبية و ريكسيونر نظرة يعني قديمة بكري بكري خلاص هذا الكلام عن العرق وكذا هذا كلام قديم خلينا منه قديم ناس طورت فاتت هذه المشكلة المهم أن موريطانيا هي بلد مسلم وعربي اللسان وجار ولم يأتنا أي مشكل منهم منذ نشأة هذه الدولة إذن نحن كجزائريين لازم أن نبدأ علينا أن نطور علاقتنا مع جارتنا في موريطانيا وهذا يرجع بالفائدة إلى كل شعوب المنطقة وأخص بالدك الشعب الصحراوي سيستفيد من انتعاش العلاقة وتطوير العلاقة بين جزائريين وموريطانيا أول مستفيد هو شعب الصحراوي ثم أن الجزائر سوف تستفيد من ناحية القلاقل الممكن أن تحدث من هذه الجهة في قضية محاربة الإرهاب ومحاربة التهريب للمخدرات والجارمة العابرة للقارات وكذلك من ناحية الحماية الحدود يعني من هذه الجهة وكذلك يعود بالنفع الكبير من ناحية التجارة والاقتصاد والسياسة وكل ما يدين هذه التي اذكرتها في الجزائر هي كذلك تستفيد منها موريطانيا فإذا لابد لابد على السلطات الجزائرية أن تطوّل علاقات وكيف تطوّل علاقات مش بالكلام مش بالكلام مش بالاتفاقيات حبر على وارق ثم لا لابد 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 على السلطات الجزائرية أن تبني أن تبني تفتح الحدود تفتح الحدود والدير المعبر ومبعد تدخل الشاحنة على التصدير او الاستيراد تمشي في الصحراء في الرمل تعاقب عشرين او لا شهر باش توصل من الجزائر او من جزائر الى موريطانيا تعاقب عشرين يوم لا شهر هذا غير محفز اذا كان فيه تطوير العلاقات بين البلدين لازم تكون على الارض الحلاقات هذيك وباش تكون على الارض لازم نطور المعابر ندير مش معبر واحد نشوف على حسب القريطة الجغرافية اذا كان يقتضي الامر ندير زوج معابر ندير زوج ولا ثلاث معابر على حسب الحركة التجارية والحسب الاحتياج لكن في الواقع لازم نكون طرق معبادة لازم على الجزائر ان تبني طريق معبادة من العمق الجزائري الى العمق الموريطاني وتكون فيها الجزائر بحكم ان الجزائر في وضع اقتصادي ومالي افضل من وضع الموجود عليه في موريطانيا الجزائر تاخذ على عاتقها بناء هذي الطريق او طريقين او يعني هذي الموصلات على الارض لازم الجزائر يتخذ على عاتقها بناء هذي الموصلات فاذن لابد ان نطبع علاقتنا مع موريطانيا بطريقة براغماتية ويتكون فيها مصالح متبادلة لكن ناخد في عين اعتبار ان هذو الناس اخواننا وما مش بعاد علينا افضل من نروح ندير انا يا نكسر راسي مع بلدان افريقيا الوسطى وافريقيا ومع بلشان الكونغو ودول افريقيا لابد تكون فيها اولويات السياسة الجزائرية في تعاملها مع الدول الافريقية يجب ان يكون فيها يكون فيها اولويات لابد ان الدول المجاورة مثل موريطانيا ثم مالي كذلك تكون عندنا علاقات مميزة مع هذه الدولات ولو ان العلاقة مع مالي تعتبر ديليكات يعني فيها بعض فيها مشاكل يعني داخلية عمالي تخص مالي وفيها فيها بعض المشاكل لكن مع موريطانيا اعلاش وش يمنع بش تكون عندنا علاقات جيدة فاذن ان شاء الله هذه السلطات الجزائرية تفهم الموضوع هذا وخاصة ان كانت زيارة المسؤولين على اكبر مستوى من موريطانيا الى الجزائر فان شاء الله الجزائريين يستغلوا هذا الزيارة وهذا الانتعاش في العلاقة بين البلدين لتطويرها الى ابعد الحدود يعني عندنا حمق استراتيجي من هذه الناحية وبدون ما ننسى اخواننا في النيجر كذلك بحكم ان الحدود مع النيجر كبيرة يعني جدا وكذلك مع موريطانيا مع المالي كبيرة ايضا من مصلحة الجزائر والمنطقة والدول الجوار هذا ان نطور علاقتنا مع هذه الدول لانه عندما شفنا احنا مشروع المغرب العربي هذا مشروع ملغم مشروع ملغم فاذا الافضل لنا ان نتاجه نحو الجانب والسلام عليكم